أهلا بكم مشاهدين مرة تانية وفقرتنا دلوقتي هتكون عن مشكلة مزمنة عن اتمنها مصر في العشر شهور اللي فاته وهي المطالب الفئوية عندنا مشاكل كتير في اقتصاد بتاعنا بس يمكن الحمد لله المعجزة اللي عملها الشعب المصري ونزل بكتافة في الانتخابات خلت البورسة تنتعش والدنيا تقوم على رجلها شوية عشان نحل المشاكل الفئوية مفيش لغاية دلوقتي خطة محددة ازاي هنحلها بالترتيب عشان كده قام مجموعة من الشباب المصري من اتلاف شباب التورة لتنمية الاقتصاد المصري في التعاون مع قاعدة بيانات دعم اتخاذ القرار وعملوا حصر لعشرات الالاف من المشاكل الفئوية وبدأوا العمل في حلها وبعد نجاح التكريبة تم عرض الفكرة على دكتور جمال الجنزوري لتعممها في كل المحافظات هيكون معنا النهاردة استاذ علي الحسين المتحدث الرسمي لاتلاف شباب التورة لتنمية الاقتصاد سواها الخير وهيكون معنا استاذ محمد الالفي المنصق الفني لاتلاف شباب التورة لتنمية الاقتصاد المصري وهما الاثنين بحثين اقتصاديين سواها الخير سواها الخير خلونا نتكلم الاول عن الفكرة وبعد كرة ما نروح نشوف لقائكم مع دكتور جمال الجنزوري لكن سواها اللي تكلمني عن الفكرة باختصار أو يعني فكرة المشروع هي عبارة عن ايه وكيف نجحت وازاي ممكن نستغلها يعني دعني ان انا اتكلم على الاقتلاف شباب التورة لتنمية الاقتصاد القومي الاقتلاف ده اصلا اتبنى على فكرة بيننا كباحثين اقتصاديين جمعنا الكلام ده بعد صورة 25 يناير وقلنا لازم نعمل حاجة للبلد ده كل واحد مننا كان عنده مقترح واللي عنده بحث واللي عنده افكار تفيد جمعنا مع بعض وقلنا نجمع ابحثنا وبالفعل جمعناها وطلعنا على مجلس الوزراء عرضنا الابحث دي فيه مننا كان فيه فعلا لينك ما بينه وبين مجلس الوزراء فابحث قبل كده ده كان ايام دكتور رسام شرف ولان ترحيب بصراحة دكتور محمد رمضان ده نائب رئيس مركز دعم اتخاذ القرار الرجل اللي رحب بينا وعرضنا له المشاريع بتاعتنا والرجل استقبلنا كذا مهرب وكده وقال احنا يعني الكلام ده ايام حكومة عصام شرف قال احنا مش جهة تفعيل دلوقتي احنا جهة يعني احنا حكومة انتقالية او او قالها بمنتهى الصراحة كده احنا حكومة تطفيق حرايق يعني الدنيا كانت فخليكوا جهزين للمرحلة اللي بعد كده وخليكوا على تواصل معنا ويعني ما تقطعوش الصلة لكن احنا عشان نمضي على حاجة زي كده وناخد اجراء في تفعيل ابحاث تنمو بالاقتصاد الموضوع ده هياخد وقت شوية وكان صريح معنا يعني طيب كلمني بس فانا عايز اعرف ايه اهم النقاط عندكو في المشروع المقدم او ان الناس تفهم هو ايه الفكرة طب جميل ده كلام جميل وكل حاجة اعاوزين نفهم بقى ايه هو المشروع وايه الحلول المطروحة اهم نقاطه ملامحه الموضوع اصلا احنا اخدنا قرار ان المشروع اللي هيبقى اولوية اولى عندنا المشروع اللي هو هيمس شريحة كبيرة اول من المجتمع ومش هيكلف خزانة الدولة اي اعباء ازاي ازاي انا عايز اوفر عايز ابتدي بتوفير مش ابتدي بمصاريف وده فعلا يعني احنا جينا رتبنا اولوياتنا في المشاريع الاقتصادية بتاعتنا فطبعا جينا مثلا مشروع زي مشروع دعم المواد البترولية مثلا ده هيوفر على الدولة كزا مليار هنرفع الدعم وهندي بديل للدعم ده كان الاستاذ محمد نمر عضو بالاتراف عندنا كان مقدم المشروع ده بس كده انتم تكلموا انه الاسعار الوقود كلها هتغلاج كان هيستبدل بغاس وكان فقاليا مشروع كبير يعني مشروع خمسمائة صفحة طب استاذ محمد كمل لنا الفكرة ايه تاني يعني انتم ايه تاني الاجراءات التانية بس يعني انا برضو شايفين رفع الدعم في البترول ده برضو حاجة صعبة لانه الناس قريدي يعني البنزين مش تقينه غالي يعني هو بالنسبة لموضوع دعم منتجات البترولية ده بحث يعني من خمسمائة صفحة حاجة محترمة جدا اخدت يعني حقها في البحث ودراسها من جميع الخبراء والمختصين طب ناخد نقطة تانية ناخد نقطة تانية ايه نقطة تانية مثلا يعني دعم من المنتجات البترولية ويترفع ده دي خطوة ايه الاجراءات التانية بنسبة لنفس النقطة توصل بنسبة للمشروع بنسبة للمشروع المشروع دعم نفسه هو حضرتك الموضوع للإحلال أوتوبيسات مثلا سيها تنقل العام والسلسات الموجودة كلها الحكومية أولا نبدأ بالحكومية الأول بتنهي إحلالها بدل ما هي تشغالها بالسولار تشتغل بالغاز الطبيعي تمام طيب هو الموضوع ده هيحتاج مبلغ كبير نتيجة الإحلال والتبديل هو في الدراسة نفسها المفروض يعني السيد محمد نمر اللي هو صاحب الدراسة مستوفية الموضوع ده بالكامل والآلية بدون أن الدولة تتحمل تكلفة بزرق أي أعباء جميل ايه تاني من المشاريع اللي برضو يعني برضو هزينا في أهم الانقاط من غير ما نركز على كلها ده فيهم أنا كده فينسي أنه العامل المشترك ما بين كل الأفكار أنه ده ما يكلفش الدولة بشكل أفكار دراسة معمولة بشكل طيب طب إيه أهم النقاط التانية؟ برضو فيه دراسة تانية لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام تمام؟ الشركات دي نحن عندنا شركات كبيرة وشركات يعني عايزة فكر وعايزة يعني الشغل تنظيمي وممكن تنهض وتشتغل بعيد يعني وتبقى وحدات انتاجية مسمرة ما يبقاش مجرد إن شركة حكومة وبتخسر وموظفين بيأخدوا مرتبات وخلاص وبعد كده تيجي الشركة خلاص ما قادتش ما بياش قادرة تدي مرتبات أو الحكومة مش قادرة تتحملها أكتر من كده ويحصل مظاهرات ويه ويه والكلام دوت لأ بنرجع أنا هنا فيه فكرة لإعادة هيكلة الشركات دي بدراسات فيه الدراسات دي برضو موجودة بحيث أن هي تبقى شركات منتجة وتحقق أرباح بدل الخسائر وفي نفس الوقت تتشال من هي من عب على الدولة اللي هي لتكون دعم للاقتصاد القومي حاين يعني هنتكلم في أفكار متصلة بعضها بالزبط يعني هنستغل كل الأشياء عندنا طيب أستاذ علي بما أنت المتحدد الرسمي لإتلاف شباب الثورة تميت الاقتصاد المصري الكلام ده عرضته أيام وزارة إدفاء الحرق دلوقتي فيه دكتور كمال الجنزوري مفروض أنت رحته قابلته حكي لنا على كواليس اللقاء أو ما تستطيع أن تصرح به كمتحدد الرسمي لي والله إحنا رحنا الأول مركز دعم واتخاذ القرار وهو اللي وصلنا باللقاء بتاع دكتور كمال الجنزوري إحنا لما رحنا إحنا كنا رايحين في إطار مشروع معين وده المشروع ده حسنا أنه يعني بقيمة الاستعجال لأن المشروع ده يمس موضوع المظاهرات وموضوع المشروع ده مبني على بوابة إلكترونية على النت البوابة دي موتمدة على الشكاوة تقديم الشكاوة بس الجديد فيها أن كل مواطن ممكن يتصل بمجلس الوزراء مباشرة ويعرض الشكوى بتاعته ويبقى فيه لينك ما بينه ويتم الرد عليه دي حاجة مجلس الوزراء هيرد على الناس دي كلها هيرد على أولا الشكوى لازم تكون جماعية الموضوع فيه شروط يعني ما ينفعش كل واحد مع شاكده وضحها لأنه لو كده ده انتقضيت التليفون بتاعهم هيبوس بعد ما يشتغل يعني يعني هو دايما عن نت يعني يعني كل الشكاوة على فكرة الموضوع لسه ما تعالنش عنه يعني لسه لحد دلوقتي الموضوع في إطار التجربة وعلى فكرة وهو في إطار التجربة في يعني وإحنا لسه في إطار التجربة فيه 1014 شكوى وهو لسه ما تعالنش عنه الشروط بس عشان بردو الشروط الشروط دلوقتي إن هي أولا لازم تكون شكوى جماعية جماعية دي اللي هي قد هي جماعية يعني لازم يكون كأفراد مثلا كأفراد لازم لا تقل عن 50 فرد لا تقل عن 50 فرد ولازم يكون الشكوى اللي هم الناس دي بتشتكي منها لازم تمس مثلا المحافظة أو الوزارة أو يعني يبقى فيه مس عام فيه مشكلة عامة وخبر حضرتك طبعا لما هيترسل ليهم مجلس الوزارة المشكلة دي المجلس بصفته الرسمية هيبحث المشكلة الأول وبعدين يبتدي صنفة ويرسلها للجهة المختص جميل ويستنى الرد في إطار زمني في إطار زمني بمعنى أنه طيب إحنا عندنا مشكلة قد كذا تكلمت مثلا المفروض يترد عليك بعد أسبوع اثنين يتحدد لك وقت معين يترد عليك فيه على حسب حجب المشكلة وعلى حسب خطورة المشكلة لأنه ممكن تكون مشكلة مثلا خاصة بالمياه المحافظة فعشان أعمل مياه محافظة أوصل لها مرفق مياه أو أعدل المرفق أو أوصل القهرابة أو الموضوع ده عايز وقت بي أعتقد نوع من الارتصال المباشر بقى مع الجهات بقى فيه حد ممثل للناس وبيتابع مع مجلس الوزارة بالزبط وفيه فيه واجهة تانية يعني واجهة جميلة جدا أن رئيس مجلس الوزارة هيبقى عنده توتل عنده مجموعة بين المحافظات والوزارات فيها جميع المشاكل قدامه واللي تم حلها واللي ما تم مش حلها يبقى يقدر يحاسب كل وزير وكل محافظ نعم سيستم كامل مجمع نقدر نحصل فيه كل الشكاوي مع بعض بالزبط هيقول له أنت جات لك في المحافظة بتاعتك خلال الشهر ده مثلا 20 شكوى قمت بحل 10 شكاوي منها وفيه 10 شكاوي ما تحلوش ليه وتبقى معروضة على أنت بشكل عام بحس أنه الناس تقدر تحاسب مسؤولية تحاسب مسؤولية لحظة أحدة فضل وكمان خد بالك في النظام القديم رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية كان بياخد المشاكل من المحافظين المحافظين هم اللي كانوا بيبلغوا بالمشاكل يعني هو بيسألهم وهم بيقولوا له وبيقول له تم حالة دلوقتي الموضوع يبقى فيه طرف ثالث اللي هو المواطن مصري جميل طيب أستاذ محمد كلمني عن المشروع لما على طول 1014 1014 1014 شكوى كانت ايه أهم الشكاوي اللي جات لكوه بما أنه ده بيطبق على الغال بشكل تجريبي فقادرين نرصد ممكن نقول ايه طيار عام من المشاكل يعني هو يعني هندي مثلا مثال لمحافظة المنوفية مثلا في فترة اه في فترة معينة جي ممكن لو فيه جراف او حاجة نرفعه الكاميرا ممكن تجي مارد الزبط اه جي مثلا شكاوي من مختلف المدن او قرى المحافظة ما بين حاجات حياتية او للناس زي موضوع مثلا ازمة الانبيب وده طبعا تقريبا يعني ملموس اول الايام دي ازمة تلوس مياه الشرب ازمة سوق رغيف العيش اه يعني كامثلة يعني فبالطبع فبالتالي بيتم صرف الصحي او صرف الصحي او بيتم حضرتك ماشه بيتم طبعا استيبال الشكاوي وتصنفها ويبدأ تتبعت او يتشاف مع المسؤولين في المحافظة ومتابعتها وبرضو يعني سي مثلا هنقول مشكلة زي مشكلة الأنابيب مشكلة الأنابيب في لها كذا جهة المحافظة التموين مباحث التموين على الاساس ممكن يكون يعني حصة المحافظة الحصة نزلة لصاحب المستودع ممكن يكون يعني بيحتكرها عشان يرفع سعرها يبقى فيه الأجهزة الرقابية تبدأ تشتغل فلما هنوئد مشكلة زي دي هنبدأ هنمنع ان المشكلة دي تنتنقل من قرية لقرية لمركز فبالتالي يعني حل جزر المشكلة بالضبط انا استأذن حضرتها فاللو النموذج دوت يمكن هيفهم المشاهدين الموضوع بالضبط يعني يعني اجمال الموضوع بالضبط كاميرا ياريت مصورين بس ياريت تقربوا لنا عليه تقربوا لنا على النموذج دوت اه دي مؤشرات قياس الأداء دي اجمالي عدد الشكاوى التي تم استقبالها اهو اجمالي عدد الشكاوى التي تم انجازها تمام اللي هو اللي هو الف واربعتاشر اللي تم انجازها خلاص اللي تم انجازها لكن اجمالي عدد الشكاوى اللي تم استقبالها 3215 3215 معدل الإنجاز في معالجة الشكاوي 23% يعني هو عمل ده بالنسبة لده اتضح إن هي 23% بس طبعا معدل منخفض جدا ولذلك بنلاقيه واخد اللون اللحمر بس الـ 1014 اتحلوا بس الـ 1014 بالنسبة للـ 3215 بتعتورش نسبة 23% ولذلك واخدت دول اللون اللحمر بقى الخنات الأربع خنات اللي تحت هقول لحضرتك امتى يبقى المؤشر ده وتواخد اللون اللحمر اللي هو يبقى إيجابي فوق الخمسين متوسط زمن الرد على الشكوى اللي احنا قلنا الجدول الزمني وإحنا بنتكلم دلوقتي 30 يوم كمتوسط يعني فيه شكاوي بتاخد أقل من كده وفيه أعلى من كده لا احنا ننسى بقى الكلام ده احنا بنتكلم دلوقتي على اللي بيحصل حاليا واخد بالحررتك وده بيبقى منشور على النت يعني أي مواطن ممكن يدخل يشوف الكلام ده يشوف المعدلات دي على بوابة الشكاوي بالضبط على بوابة الشكاوي بمجلس الوزر يعني بقى فيه شفافية يعني أي واحد يدخل وعلى المحافظة بتاعته ويشوف وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه طيب اشتركوا في القناة